ترعرع عبدالهادي في احضان ام ترملت بعيد ولادته قبل 17 عاما ظل يلزم والدته التي لزمت بيت عائلة زوجها في قرية لا تبعد كثيرا عن مركز ابن شيكر في اقليم النظور لا يعلم عبدالهادي عن والده سوى ما كانت تحكيه له امه من حين لاخر او ما كان يسمعه من جده خلصة حين كان يتحدث عنه لجلسائه من الفلاحين ما كان يقينا لديه ان والده توفي وغادر هذا العالم الى دار البقاء كان يعلم انه اشتغل بالزراعة كان يساعد اباه اذ كان الولد الوحيد للحاج عبدالله الكابو وكان له اربع اخوات تزوج علم عبدالهادي ان والده هاجر الى اسبانيا مع عدد من شبان الدوار لم تدم طويلا هجرته ثلاث او اربع سنوات بعدها مات حارس الجد على تعليم حفيده الذي سيحمل اسم العائلة ارسله الى كتاب الدوار كما اقرانه ثم سجله في المدرسة تابع الفتى دراسته حتى السنة التاسعة من التعليم الاساسي كان يحصل على نتائج فوق المتوسط ولما بدأت تكتمل شخصيته صارت تساوره اسئلة كثيرة حول سبب موت والده كان يرى كثيرين من اطرابه في الدوار فرحين بمقدم ابائهم من ديار المهجر كان يراهم على متن سيارات تحمل الواحا معدنية اسبانية او هولندية او فرنسية وكثيرا ما كان يسبعهم يتحدثون عن الانتقال للعيش في المهجر الى جانب ابائهم كان خياله يمضي بعيدا يراهم وقد عادهم ايضا بسيارات فاخرة وبحافظات نقود مليئة باليورو كان يراهم يتزوجون اجمل بنات الدوار ويقيمون اعراسا باذخة وكان يقول في نفسه اهل لو ان ابي ظل حيا لكنت مثلهم وربما احسن حالا كان في جملة اصدقائه واحد هو الاقرب اليه كان اسمه اسماعيل وقد فاجأه ذات يوم بان اباه مات مقتولا كان في الطريق الى المدرسة لما قال له ذلك فوقف عبدالهادي اقلت ان ابي مات مقتولا نعم لا تعرف صمت عبدالهادي وظل واقفا مكانا ثم قال لم يخبرني احد من قال لك انت هذا ليس سرا فكثيرا ما سمعتهم في البيت يقولون ان ابن الحاج عبدالله مات مقتولا هل تعرف من قتله لا لا اعرف بدى اسماعيل وقد ادرك حجم الصدمة التي خلفها البوح بهذا السر الى صاحبه فتحاشى المزيد لا يدر عبدالهادي كيف امضى ظهيرة ذلك اليوم ولما عاد الى البيت في المساء كان وجهه متجهما كان في حالة غضب لم يعرفها من قبل دخل غرفته وضع حقيبته واستلقى على الفراش لما افتقدته والدته جاءت الى غرفته كان مستلقيا على وجهه نادته فلم يجب لم تعهد منه ذلك تقدمت نحوه عبدالهادي عبدالهادي ما بك يا ولدي لحظتها فقط استدار كانت عيناه مخضلتين كان يبكي رعى منظره امه ما الذي يبكيك من قتل ابي ظلت تنظر اليه لم تنطق بكلمة احتضنته كما لو كان صبيا مسحت دموعه بكفر امي من قتل ابي احس بها تشده اكثر الى صدرها اخرج رأسه من بين ذراعيها ونظر الى وجهها كانت تبكي عاد والسق وجهه بصدرها لم يعاود طرح السؤال هي لم تجيبه ولا يتوقع ان تجيبه دموعها اعادتها سبعة عشر عاما الى الوراء الى تلك اللحظات التي حمل فيها نعشه الى مقبرة القرية لم يكن عبدالهادي ليجرؤ على سؤال جده ولذلك مضى يتلمس حقيقة مقتل والده لدى اهل القرية كان الناس شديد يتكتم وكان ما يحصل عليه من معلومات لا يشفي الغليل قيل له ان الذي قتل والده اختفى من القرية منذ زمن بعيد ولم يسمع له خبر ما كان يريده عبدالهادي هو اسم قاتل والده بعد عدة اشهر علم انه يدعى عبدالرحيم وانه ابن تاجر في القرية يعرف بلقب اعنان كان رجلا قصير القامة يلامس حدود القزمية وكان معروفا بكثرة اولاده وامتلاكه اراضي فلاحية شاسعة كان له وزن لا ينكر في القرية علم عبدالهادي ان عبدالرحيم كان رفيق والده خلال سنوات الهجرة في الميريا باسبانيا وان خلافا نشب بينهما حول قطعة ارض تنافس على شرائها وان عبدالرحيم لم يتقبل ان يذفر بها حمادي منذ الكاب مساء ذاك التاسع عشر من يوليوز من العام ستة وتسعين تسعمائة والف التقيا في مقهى الدوار لم تكن الاجواء بينهما صافية فقد كان عبدالرحيم يجد في نفسه حقدا تجاه صديقه وابن قريته حمادي القطعة الارضية التي ظفر بها واشتراها في الناظور تقع في مكان يتيح افتتاح مقهى او اقامة مشروع مضمون الربح هو الحسد ذاك المساء عاد حمادي الى منزله ووجع غريب يمزق احشاءه كانت حليمة زوجته الشابة في الثامن عشر من عمرها غضة لا تجربة لها حاولت ان تخفف عنه ما يجده من الم اعدت له مشروبا من اعشاب مهدئة ولكنه لم يجد نفعا راحت تطرق باب حماتها ولكن الرجل الشاب ما لبث ان فارق الحياة تلك هي الرواية التي استطاع عبدالهادي ان يجمع اجزاءها من مصادر شتى شاب في مثل عمره قد يغفل التمييز بين الشهادات الصادقة وتلك التي امتزج بها سعي البعض الى دفعه لتنفيذ عملية انتقام تخدم مصالحهم في المجتمعات المنغلقة كما هو الحال في القرية التي يسكنها حسابات كثيرة احيانا بلا سبب ظاهر تكون في انتظار تصفيتها علم الجد الحاج عبدالله ان حفيده ينبش في ملف قديم ويحرك السكين في جرح لم يندمل على مدى اكثر من سبعة عشر عام نادى عليه ذات عصر كان عبدالهادي لا يجرؤ على النظر في عيني جده لا خوفا ولكن احتراما وتقديرا قال الجد بنظرة لم تخل من حزم اراك قد كبرت يا ولدي وبدأت تنبش في اشياء عملت طوال السنوات التي مضت على ان اجنبك الخوض فيها كان عبدالهادي ينصت صامتا ساكنا اضاف الجد تريد ان تعرف حقيقة وفاة والدك كان شابا لما رحل لا احد يعرف سر وفاته المفاجئة قيل لنا ان عبدالرحيم ملدعنان دس له سما او شيئا من ذلك القبيل في كأس شاي تناوله في مقهى القرية ولكن للا نملك دليلا حاسما على ذلك لقد هرب عبدالرحيم لم تطأ قدماه القرية منذ ذلك العام والافضل لك ان تسلم بقضاء الله وقدره لم يمت ابوك الا لان اجله كان قد حل اذا كان قتل فان الله سيحاسب من قتله وسيذيقه العذاب الذي يستحب سكت الجد وقد اعترت كلماته الاخيرة بحة كشفت حزنا عميقا نظر اليه عبدالهادي فاذا هو مطرق برأسه بدى وكأنه يكفكف دموعا تغالبه قبل رأسه وخرج كان قد علم ان عبدالرحيم ملدعنانو عاد من اسبانيا قبل بضعة اعوام بعد ان اصابه مرض اعجزه عن العمل في حقول الزراعة المغطاة وانه استقر في بركان الذين قالوا له ذلك ابلغوه ايضا بان اخوان عبدالرحيم يذهبون لزيارته من حين لاخر انقلبت حيات عبدالهادي رأسا على عقل اندفاع المراهق صار ينمي لديه كل يوم رغبة جامحة في الانتقام كان يرى ان عليه ان يقتل قاتل والده لم يكن يعرفه ولكنه استطاع ان يجد له وجها له ملامح في صورة قديمة جمعته بوالده في الميريا اكيد ان ملامحه تغيرت مع تقدمه في السن ولكن الراجح انه سيتعرف عليه صار يترصد حركات عائلة عبدالرحيم يريد ان يصل اليه مهما كلفه ذلك ذات صباح رأى احد اشقائه في محطة التاكسيات ركب سيارة اجرى الى بركان دون تردد لحق به عبدالهادي وركب معه كان الرجل في المقعد الامامي الى جانب السائق كان معه راكب اخر بينما جلس عبدالهادي في المقعد الخلفي لم يسبق له ان زار بركان من قبل سيظل يذكرها بتمثال البرتقالة الموجود في احدى ساحاتها الكبرى المحطة لا تبعد كثيرا عن تلك الساحة لما نزل شقيق عبدالرحيم من التاكسي مضى عبر بضعة شوارع متجها الى سوق كان عبدالهادي يتبعه كان يحرص على ان تظل بينهما مسافة كافية حتى لا يكتشف اشترى بعض الفواكه وغادر السوق غير بعيد توقف عند باب منزل قرع الجرس فتح الباب ودخل الرجل ظن عبدالهادي ان قاتل ابيه يسكن ذاك المنزل قرر العودة الى القرية وان يخطط جيدا للانتقام من عبدالرحيم عاد الى بركان بعد يومين كان يحمل معه في حقيبة سكينا كبيرة مر من ساحة البرتقالة لم يخطئ المثار تجاوز السوق ثم دخل زنقة على اليمين لما ظهر له باب المنزل الذي يفترض ان يكون منزل عبدالرحيم توقف عند شجرة كان قد قرر ان ينقض على الرجل ما ان يراه وان يطعنه بسكينه مرة وثانية الى ان يتيقن من موته ثم يغرر مرت ساعة لم يفتح الباب ولا اطل احد من النافذة ما الذي سيفعله الان ينتظر بدى وجوده في المكان يلفت الانتباه هل يطرق باب قاتل ابيه ام يغادر المكان ويعود حين يقترب الظهر فقد يخرج للصلاة ان كان يصلي لحظتها سيباغته يحاول عبدالهادي استحضار ملامح الرجل صورته مع والده تعود الى اكثر من عشرين عاما احس انه جائع كانت الساعة تقترب من منتصف النهار هناك غير بعيد عدة مطاعم لما لا يذهب الى احدها ويتناول بعض الطعام تحرك من مكانه قصد مطعما قريبا تناول بعض اللحم المشوي ومشروبا غازيا لم يستغرق الامر اكثر من ساعة ثم عاد ليرابط امام منزل عبدالرحيم رفع اذان الظهر في مسجد قريب ولكن لا احد خرج من ذلك البيت الذي ظلت نوافذه مغمضة الوقت يمر وهو يريد ان ينجز ما جاء من اجله ويعود الى قريته باسرع ما يمكن كان يسأل نفسه هل يطلق الباب هل يقتحم البيت هل يتسلل اليه كيف كان الشارع شبه فارغ لما تقدم نحو الباب قرع الجرس مرة ثم ثانية وتالثة لا احد يرد طرق الباب لا احد يرد دفعه فانفتح فاجأه ذلك تمالك نفسه واطل برأسه هناك ممر طويل وفي نهايته على اليسار ينطلق السلم المؤدي الى الطابق الوحيد في تلك البناية تقدم في الممر كان يسمع دقات قلبه يحاول ان يرهف السمع عله يرصد صوتا لا شيء صمت رهيب في ذلك المنزل البارد كان يحس برطوبة غريبة في الهواء بدأ يصعد السلم انفاسه تتدافع يحس الان ان ساقيه لا يقويان على حمله يمسك بقوة حقيبته التي فيها مديته ينتهي السلم عند باب خشبي لم يقفل بالكامل اقترب من الباب لا صوت يأتي من الداخل ثم فجأة شيء يمر مسرعا نازلا من السلم المخضي الى الصدق اهتز التسق بالشدار دقات قلبه تتسارع يسمع كان قد هزم امره جاءت لحظة الحقيقة دفع الباب واندفع مسرعا الى الداخل لم يظهر له احد في عمق الشقة باب غرفة نفتوة تقدم نحوه وقد ايقن الان انه اما قاتل او مقتول او معتقن كان على الفراش رجل ممدد صدره ملطخ بالدم اقترب منه وناداه عبدالرحيم عبدالرحيم لم يكن يرد ولم يتحرك كان فاغرا فاه وعيناه شاخستان هو ميت قبل ان يغادر المنزل قبل ان يغادر المنزل اكتشف في غرفة مجاورة جثة امرأة وجثة طفل قدر انه دون العاشرة بقليل خرج عبدالهادي مسرعا قصد المحطة وقفل عائدا الى قريته في الطريق كان صدى كلام جده يملأ اذنيه لم يمت ابوك الا لان اجله كان قد حل اذا كان قتل فان الله سيحاسب من قتله وسيذيقه العذاب الذي يستحق يتوزعه الان الفزع والخوف من هول ما اكتشفه في منزل القاتل المفترض لوالده وفرحة بان العدل الالهي قد تحقق بعد شهر او نحو من ذلك جاءت الى القرية دورية للدرك الملكي تبحث عن ميمون الابن الاصغر من بين ابناء التاجر عنانو لاحقا علم اهل القرية انه قتل شقيقه عبدالرحيم ذاك الذي هرب من القرية قبل ثبانية عشر عاما استرجع عبدالهادي شريط الاحداث فايقن ان ميمون نفذ جريمته يوم تبعه الى بركان كانت بين الشقيقين حسابات تجارة تهريب وقد صفاها ميمون بطريقة قناة تمو دابي